السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد النهاردة مع تطبيق خرافي يعني بصراحة بيقوم بشوية مهام آآ ممتازة تسهل عملك على هاتفك او موبايلك بشكل كبير آآ هندخل على طول على التطبيق بدون ما نضيع وقت اسمه مساعد الهاتف هسيب لك طبعا الرابط بتاعه اسفل الفيديو وندخل على التطبيق ونشوف بيعمل ايه آآ يعني المهام اللي بيقوم بيها والحاجات الممتازة اللي احنا آآ هنلاقيها فيه. اول حاجة هنخش عليها هنا اللي هي العلامة اللي اسمها اطفق ديت لو دوسنا عليها بالشكل دوت هتخليك تعمل زرار كده عائم في الجنب هنا في اي مكان انك تطفي تقفل للشاشة بدون ما تعمل آآ بدون ما تدوس على زر الباور وده بتدوس على كده هتلاقي الزرار ده تلاقي الزرار طلع بالشكل اللي قدامنا دوت اللي قدام حضراتكو ده لو دست عليه بالشكل ده ودست على الزرار ده هوت حيط في الشاشة بالشكل اللي انتو شفتو دوت اللي انتو شفتو دلوقتي طفل زرار الشاشة آآ وطبعا خرج التسجيل طبعا انا بسجل الشاشة فخرج اول ما الشاشة طفت دي اول آآ ميزة بيقدمها لنا التطبيق ندخل على تاني ميزة اللي هي اللي في جنبه على طول تطبيقات الابز دي لو فتحنا تطبيقات اابز ديت هنشوف ايه بقى ميزة خرافية بشكل رهيب هتخليك تقدر تفصل آآ تفصل النت عن اي تطبيق انت محتاجه زي مسلا لو فعلت الميزة كده بالشكل ده ورجعت دست على علامة الزائد كده وهنختار تطبيق مسلا وليكن الواتساب لو دوسنا على الواتساب بالشكل ده او اي تطبيق كمان ونرجع آآ بالشكل ده هنلاقي نزلت في القايمة دي التطبيق ده كده يا شباب ما نفصل عن النت مش هيفتح معك لو جربت تفتح الواتساب بتاعك نخرج كده من التطبيق ونروح على على تطبيق الواتساب كده لو جينا نفتح الواتساب اهو يا شباب شايفين عمل للتطبيق خلاص كده مش هيفتح معك فالتطبيق خرافي جدا بصراحة هنخش تاني على التطبيق عشان نشوف بقية المميزات بتاعته زي ما احنا شفنا كده وتقدر تشيل بقى التطبيق تاني من بالشكل ده من علامة الفي ديت نعليش سواني ايق كده هو هنشيره بالشكل ده وخلاص ونلغي التفعيل بالطريقة دي دي القايمة اللي هي الامرة اتنين اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتقفل التطبيقات وبتخليها ما يعني تقفل اتصالها بالانترنت وما تفتحش معك اصلا تاني حاجة بقى الحاجة اللي جنبيها اللي هي الازونات دي. الازونات دي بتديلك قيمة كاملة عن التطبيق وتشوف الازونات اللي التطبيق حصل عليها عشان تعرف زي كان في حد بيت جسس عليك او حد ايه فاتح اه بالنسبالك وتقدر طبعا تدخل على اذن المدير دوت كده وتقدر تلغي اهي الترخيص ههو زي ما انتم شايفين شوف الترخيص اللي التطبيق واخده كله طبعا زي ما انتم شايفين واخد التخزين والكاميرا والموقع الجغرافي والكلام ده طبعا تقدر تمنع عنه اي ترخيص انت عايزه طبعا دي ما فيقاش اي مشكلة. دي بنسبة لخاصية اللي هي نمرة تلاتة اللي معانا دلوقت يا جماعة خاصية جميلة او برضو. خاصية اللي بعد كده بقى جميلة اوي اوي اوي. تطبيقات اللي انت تقدر تلغي تثبيتها بضغط زر مع بعض. يعني تقدر تحدد اكتر هو تقدر تعمل اه تحدد كده. ادى واحد ادى اتنين ادى تلات تقدر تلغي تثبيت التطبيقات دي بضغط زر واحدة. لو عملت لو دست على خلاص كده التطبيقات دي تلغى تثبيتها من غير اي مشاكل. اا بعد كده صافي حاصرات دي تقدر تفعل الخدمة دي. وتقدر تدوس على علامة الزائد وتختار التطبيق اللي انت عايزه عشان تقدر تفصل الانترنت عنه. دي تقديم يعني حاجة جميلة اوي وبصراحة في الموضوع دوت ان هي تقدر آآ تمنع النت هو زي ما انتم شايفين علامة النت دي 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 منع النت عن التطبيق اللي انت بتختاره. اللي فوقه ده اللي هو تطبيقات دي اللي هي اللي انت تمنع ان التطبيق يفتح اصلا. بتخلي التطبيق ما يفتحش اصلا. زي ما انتم شفته. اما اللي تحت دي اللي هي دي اللي هي في علامة الشبكة الواي فاي دي بتدوس عليها كده وبتعمل بنفس الطريقة اللي انت عملتها في الطريقة اللي قبل كده ان انت بتدوس على وتنزل اه وتخرج من الموضوع هتجي تدخل على الواتساب هيفتح معك عادي لكن مش هيبقى متصل بالانترنت مش هيبعت رسائل ولا هيعمل اي حاجة. الميزة اللي بعد كده يا شباب في التطبيق اللي هي علبة الوارد دي. علبة الوارد دي لقى الاشعارات. يعني كل اشعاراتك اللي جات النهاردة كلها هتلاقى موجودة هنا مش هتفقد اي اي اشعار طبعا. من اشعاراتك برامجة كل حاجة هتلاقى موجودة في العلبة دي. لو حابب ترجع لأي حاجة بأي تاريخ طبعا هتدور على الاشعار اللي انت عايزه عشان تشوفه زي ما انت عايز ما فيش اي مشكلة. اه الميزة اللي معنا بعد كده يا شباب اللي هي ساعات واي فاي. يعني تقدر تعمل لنفسك تقدر تفصل الانترنت بدون تدخل منك عن الهاتف فيه الوقت اللي انت عايزه بتدوس على السهم ده. وتختار الوقت اللي انت عايزه صباحا او مساء فيه وقت معين انت حابب تزبطه وهو طبعا على النهوات وتعمل له دن. وبس يا جماعة كده بتفصل الانترنت اوتوماتيك كل يوم في وقت معين زي ما انت حابب تعمل ان هو يفصل الانترنت عنه. الحاجة الميزة اللي بعد كده الاخيرة اللي معنا في التطبيق بتاعنا تسجير الشاشة. تسجير الشاشة دي لو فتحتها. هو بيقول يعني اعطي اعطاء بعض الراحة لعينيك يعني طبعا هو مزبوط على واحد منت تقدر انت تزبط انت بقى الشاشة دي تطفي بعد وقت ايه نص ساعة ساعة ساعتين زي ما انت عايز. بتفكرك يعني تفكر نفسك كده بان انت كفاية كده انك انت هتستخدم التليفون او اه توقف استخدامك له او الشغلك عليه. وبتدوس كل ما انت بتدوس على حسنا. كده خلاص عمل زبط الطايمر بتاعك. آآ على الوقت اللي هتطفي منه الشاشة. ده التطبيق بتاعنا يا شباب النهاردة. اتمنى يا رب تكون آآ يعني استفدتم منه. تطبيق خرافي جدا بصراحة. وطبعا نزبوط على اللغة العربية. طبعا لو حابب تزبوط على ايه لغة انت عايزها موجود اللغات كتير جدا بصراحة. هي انجليزية عربي فرنساوي زي ما انت عايز. وبس يا جماعة دي كل حاجة عن التطبيق بتاع النهاردة تطبيق خرافي جدا بصراحة. واتمنى ان يا رب بكونوا استفدتم من الفيديو. آآ ان شاء الله هسيب لكم الرابط بتاع التحميل في الوصف. ويا ريت لايك للفيديو لو عجبكم وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.